يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى كل يوم اتنين ساعة سبعة دايما بكون معاكم إيمان مختار باستناكم من الأسبوع للأسبوع بيبع عندي أفكار كتيرة جدا وبيبع عندي كلام أكتر وأكتر عايزة أكلم معاكو فيه مشاكل نفسية كتير بنعاني منها كلنا وناخد وندي مع بعض يمكن أنت تقول حاجة تفيدني يمكن أنا أقول معلومة تفيدك في حياتك النهاردة بقى عايزة أقول مفيش في الدنيا أجمل أجمل من العطاء وأن الإنسان يكون في حياتك إنسان يكون بيعرف يحب ويدي ويسعد اللي قدامه العطاء يعني أخد ودي العطاء يعني أنا عندي حب حنية جدعانة العطاء في كل حاجة مش في الحب بس العطاء حتى في الجدعانة يعني هات وخد مش الحياة كلها أن أنا أخد 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 ولما يجي ألاقي اللي قدامي في مشكلة ولا في أي حاجة أعمل نفسي مش واخد بالي مفيش أصعب من أنت تتعامل مع حد مش شايف غير نفسه شخص أو بني آدم مفيش حاجة في الدنيا بتشغله غير نفسه وفقط نفسي ثم نفسي ثم تزف الآخرين كأن الدنيا مراية كبيرة قوي مش بتعكس غير صورته هو بس هو ده الشخص الأناني اللي لايفرق مع اللي قدامه عايز إيه؟ بيفكر في إيه؟ حاسس بإيه؟ إيه احتياجاته؟ مفيش أنا مش شايفة غير نفسي اللي قدامي زعلان مش مهم عنده مشكلة مش قضية طب إيه؟ أبقى شايف بعيني إن فيه قصة كبيرة وحوار واللي قدامي مقهور مع نفسه هو يحلها مع نفسه شخصية الأنانية دي يعني أنا واللي بعدي ولا حاجة أنا اللي طول الوقت بفكر في نفسي بس أنا أنانية أنا حب اللي يسعيدني بس لكن هينكد علي لأ أنا حب اللي يجيب لي الهدايا وانبسط ويعملولي مفاجآت ليا أنا بس أنا حب اللي معايا دايما يكون بيسأل علي وبيهتموا وطول الوقت فيه احتواء ليا أنا بس دي الأنانية الأنانية دي حاجة متعبة جدا جدا يا جماعة والشخص الأناني ده نقدر نقول عليه شخص طاكسك لأنه بيأذي على فكرة كل اللي حواليه وبيينكد عليهم حياتهم بينكد ويسود عليهم حياتهم وللأسف ناس كتير بتعاني من وجود ناس أنانية في حياتها بس الأصعب بقى والأصعب أن يكون الأناني ده شخص جوه البيت عندك شخص في عائلتك ممكن الأناني ده يبقى جوزي ممكن الأناني ده يبقى بابايا يبقى والدي آه فيه أب أناني فيه أب ما بيفكرش غير في نفسه فقط فيه أب لا بيفكر في مراته ولا ولاده ولو بعد الطلاق حتى ما بيشوفش ولاده ولا يشوف احتياجاتهم ولا لي علاقة خالص غير بأنا وشغلي وحياتي وانبسط وصفحة وتقفلت وقطحة ورميها ده شخصية أنانية ده شخصية تاكسك والتاكسك ده بقى مش بيعني هو بالنسبة له وسعي طول الوقت هو ما بيتأثرش بحاجة لكن التاكسك ده يأذي بقى اللي حواليه يعني الأب الأناني ده تلاقي ولاده طالعين عندهم مشاكل نفسية كبيرة جدا وممكن يكون بيحطم حياتهم بالكامل وهو ولا في دماغه شخصية تاكسك ده لما يبقى أب إخوات يكلف بعض وبنشوف مشاكل كتيرة بين الولاد ليه؟ لأن الأب في عالم تاني لوحده تاكسك على الفكرة مش الرجالة بس ممكن تكون أنت كمام متجوز ست تاكسك يعني أنا لازم أقول أن الرجالة وستات لأنه فعلا مش بدافع بس عن الستات لكن فيه فعلا ستات تاكسك فيه ست ممكن ما بتفكرش في ولادها خالص أنا وأنا وشكلي وشعري وإيه رأيكم في السابغة النهاردة طب وإيه طب أنا عملت عملية نحتة طب كل طولي الوقت بتفكر في جمالها وشخصيتها وشغلها وحياتها دي شخصية تاكسك ده بقى الزوج تلاقي بيعاني بيعاني وبيعاني وبيشتكل طوب الأرض إن مراته مش في دماغه أي حاجة ما دي شخصية أنانية يعني لازم نتعامل مع الشخصية الأنانية في حياتنا لو هو جوه البيت في عيلتي جوزي بابايا أخويا ابني هفكر كمان فيه ستات بتشتكي كتير إن يكون ابنها هو لشخصية تاكسك ابني اللي شئت عليه وربيته وكبرته وصهرت الليالي منه وهو على إيدي لغاية ما بقى في الجمع فجأة طب ما أنت ممكن تكوني ربتيه غلط أنت ربتيه غلط فتبتدي تتقهر وتتصدم إزاي ابني اللي مليش غيره اللي هو ضهري وسندي ملوش دعوة بي خالص ولا بيسأل علي ولا احتياجاتي ولا أنا عيانة ليه لأن أنت ربتيه غلط ربتيه على الأنانية ربتيه إنه هو كل حاجة بتجيله هو قاعد باشا ولا بيشيل مسؤولية إخواته ولا بيشيل مسؤولية مامته ولا بابا ولا أي حاجة تربيتين هو ياخد بس بس فأنا كمان كست ممكن أزرع طفل أناني تاكسك يجيب أجلي أنا ويقضي علي أنا وأبوه وإخواته المهم النهاردة بنتكلم على الشخصية التاكسك النهاردة حلقتنا كلها عن الشخص الأناني إزاي نتعامل مع الشخص الأناني وإيه الغلطات اللي بيقع فيها الأب والأم في تربيتهم لولادهم عشان ما يطلعوش في المستقبل ابن أو بنت أنانية وهل الشخص الأناني ده عارف أنه أناني؟ تفتكروا الشخص الأناني ده حاسس أنه هو أناني؟ طيب ناس كتير سألتني طب إيه العلامات اللي تقولي أو تبين لي إن الشخص اللي أنا بتعامل فيه معاه ده أناني العلامات مهمة يا سادة يا كرام العلامات عشان تبان في الأول لو أنا لسه في البداية وعلى مخطوبين ولا على البر يبقى أنا أجري على طول أول ما شوف العلامات اللي هنتكلم فيها النهاردة دي يبقى أنت بتتعاملي مع شخص أناني